شكرا للمشاهدة حينما ناخبهم وسط التهديدات في الأماكن العامة وفرت لنا وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لإصال الرسائل إلى الناس بطريقة سريعة ودون مخاطر كما أن كثيرين اليوم لهم إلمام خاص بهذه الوسائل أينما كانوا بإمكان الناخب أن يطلع على رسالتنا والتعليق عليها في الوقت نفسه الهجمات التي استهدفت مؤخرا تجمعات لبعض المرشحين في المحافظات الأفغانية دفعت الكثيرين إلى الحذر حيث لوحظ تراجع في صخب الحملات في الأماكن العامة مما دفع الكثيرين من هؤلاء إلى التعويل على الحملات الآمنة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والملفت أن هذا المنبر الإلكتروني أتاح منصات للنساء المرشحات بالنسبة لنا من نصات التواصل الاجتماعي تعد أفضل طريق للحملات الانتخابية فالنساء يصعبوا عليهن الذهاب إلى المناطق البعيدة أنا شخصيا أتواصل مع الناس عبر هذه المنصات التي قد يكون تأثيرها أسرع من التواصل المباشر في بعض الأحيان وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي نجحت في توفير بيئة صاخبة للمنافسة الانتخابية بين المرشحين على اختلاف برامجهم إلا أن هذه الوسائل قد لا تتوفر في المناطق الريفية التي حافظت على الحملات التقليدية من خلال التواصل المباشر رغم ما يحيط بذلك من مخاطر سحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي عوضت تراجع فرص اتصال المرشحين مع ناخبيهم بسبب التهديدات الأمنية لكن هذا الحضور الافتراضي لا يحسم السباق حيث يبقى الناخب صاحب القرار النهائي يوم الاختراع سفة الله صافي الحرة كابل